ترجمة نانسي قنقر وتحت مبدأ الأسرة الواحدة حيث إن جلالته هو السند الأول للمواطنين وهو الضامن لحقوق الوطن والمواطن وهو صمام الأمان للمكتسبات الوطنية وتأتي توجيهات جلالته ووقفته الإنسانية الكبيرة لتخفف من وطعة الحوادث الأليمة على البحار والصيادين وذويهم وانطلاقا من موقعها الحقوقي ومسؤوليتها الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على دعمها الكامل لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن داعية الجهات المعنية في ذات الوقت إلى اتخاذ جميع الإجراءات الهادفة إلى حماية حقوق الصيادين والبحار المواطنين وتوفير بيئة آمنة لهم كي يمارسوا حقهم في العمل والصيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر